تلقى سعادة الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اليوم اتصالا هاتفيا من معالي الدكتور سوبرا أهمانيام جاي شانكر وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند جرى خذله بحث علاقة صداقة تاريخية بين مملكة البحرين وجمهورية الهند وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنية المشترك بما يخدم المصالح المشتركة وقد عرب وزير الشؤون الخارجية الهندي خلال الاتصال عن شكر والتقدير جمهورية الهند لحكومة مملكة البحرين على العناية والرعاية التي تلقاها الجارية الهندية في المملكة على الدوام ترجمة لعمق علاقة الصداقة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين مشيرا في هذا الصدد إلى الاهتمام والعناية التي أولتها مملكة البحرين للحفاظ على صحة وسلامة أفراد العمالة الهندية وإجراء الفحوصات المختبرية وتقديم العلاج اللازم لهم بما يسهم في الحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 وشهد معالي وزير الشؤون الخارجية الهندي بما حققته مملكة البحرين من نجاحا في جهودها المتواصلة لمكافحة فيروس كورونا بفضل الخطط والإجراءات الاحترازية المشددة التي تطبيقها الجهات المختصة في المملكة معربا عن تمانياته لمملكة البحرين وشعبها بدوام التقدم والتطور والازدهار وقد عرب سعادة الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني عن شكره وتقديره لوزير الشؤون الخارجية الهندي على هذه اللفتة الطيبة منوها بما يربط البلدين والشعبين الصديقين من علاقات وروابط متينة ممتدة عبر تاريخ مؤكدا أن تعزيز وتوطيد علاقة التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية الهند يأتي في مقدمة اهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعا تأكيدا على عمق علاقات الصداقة الوطيدة بين البلدين والشعبين الصديقين وإيمان جلالته بالتعايش والتسامح والإيقاء بين الأمم والشعوب وأوضح وزير الخارجية أن الجهود التي تبذلها مملكة البحرين لمكافحة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخلتها الجهات المختصة تهدف إذا حماية صحة وسلمة المواطنين والمقيمين والوافدين على حد سواء منوها إذا الأوامر الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بتوفير الرعاية الشاملة وتكفو الوزارة الصحة بعلاج كافة المقيمين والوافدين في مملكة البحرين وتطبيق أعلى معايير الجودة والرعاية الصحية الذين يتلقون العلاج انطلاقا من إيمان جلالته الراسخ بقيم الإنسانية والإخاء بين الأمم والشعوب وكان وزير الخارجي عن الخطط التي اعتمدتها البحرين والجهات المختصة لتوفير الرعاية والخدمات الصحية لمكافحة هذه الجائحة الطارئة حظيت بتقدير وثناء منظمة الصحة العالمية وأن الجهات المختصة تولي مذلك كافة الجهود والإمكانات الحدي من انتشار الفيروس وتوفير العلاج اللازم حسب البروتوكولات الطبية المعتمدة لكل الحالات القائمة بفيروس كورونا مشدلا على همية تضامن المجتمع الدولي في هذه الظروف الاستثنائية وتوحيد الجهود وتضافرها متمنيا لجمهورية الهند وشعبها الصديق دوام الأمن والسلم والإزدهار ما فتأت مملكة البحرين بكافة مؤسساتها العمل للحد من انتشار فيروس كورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والوافدين على حد سواء وإيمانا بالتعايش والتسامح والإخاء بين الأمم جاءت الأوامر الملكية السامية واضحة بتوفير الرعاية الشاملة وتكفو الوزارة الصحة بعلاج كافة المقيمين والوافدين في مملكة البحرين وتطبيق أعلى معايير الجودة والرعاية الصحية للذين يترقون العلاج كما قامت مملكة البحرين بحملة توعوية بعدة لغات وذلك لتوعية أفراد المجتمع والجاليات بأهمية اتباع الإجراءات والإرشادات وتجنب التجمعات وحثهم على اتباع هذه التعليمات لسلامتهم وسلامة المجتمع